السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر بعد سنة كاملة من اشتعال المعركة فوق الأراضي الأوكرانية وبعد نفي أوكرانيا بأن هي تلقت ثمة هزيمة على إيدين روسيا وبعد تأكيد كل دول الناتو بأن الجيش الأوكراني يحقق الانتصارات الكبرى في مواجهة القوات الروسية وبعد جملة من الأكاذيب استغرقت شهور طويلة جدا على مدار العام الماضي ها هي أوكرانيا تعترف بعضمة لسانها أن هي بتتلقى أكبر الهزائم على إيدين روسيا إلى درجة أن المدعي العام الأوكراني أعلن عن تسجيل مئات الألوف من الجرائم اللي ارتكبها الطرف الروسي هما قالوا كده أن الطرف الروسي ارتكب ألاف مؤلفة من الجرائم فوق الأراضي الأوكرانية ساعتك هي مش جرائم بس عشان بس إيه ندق النظر كل مصطلح هما بيستخدموا المصطلح ده لكن الحقيقة أنها مواجهة أسكرية ما بين روسيا وما بين دول الناتو اللي بتحاول أن هي تضم الروسيا من خلال مخططات بدأت تنفذها فوق الأراضي الأوكرانية منذ عام 2014 لحد تاريخ 24 فبراير 2022 فما كان من فلادمير بوتين رئيس روسيا إلا أنه قرر المبادرة بإجهاض هذه التحركات عشان بس نحدد المسائل بشكلها الصحيح على مدار العام الماضي كان الزباب الإلكتروني الداعم للولايات المتحدة الأمريكية والداعم لأطراف أخرى لهدف في نفسه يا عقوب الزباب الإلكتروني ده بيهاجمنا بشكل كبير جدا وده حاجة غريبة جدا كان في نفس التوقيت اللي هما بيهاجمونا فيه ويقولوا كنتوا تاخدوا طرف روسيا كان هما واغدين طرف أمريكا طيب السؤال الطبيعي إحنا كقناة مصر بنمارس الإعلام وبنكشف السطارة عن الحقائق طيب أنت سيادتك أنت جاي تشتغل إيه على رأيي يا ماري مونيب في مسرحية اللي خامسة أنت جاي تشتغل إيه يا كالبوبة فأنت دلوقتي ساعتك إحنا بنمارس الإعلام بنكشف السطارة عن الحقائق الغائبة عن الإعلام الدولي أو اللي بيغيبها الإعلام الدولي طيب سيادتك بقى بتهاجمنا ليه بقى مرت إيه أنت بتتهمنا بأننا إحنا طرف على الرغم من أننا إحنا لا نمارس إلا الإعلام فأنت سيادتك جاي على القناة وبتهاجمنا وبتقول إزاي أن كنتوا تاخدوا الطرف الرسلية حبيبتي هو ده السؤال طبعا الموجه للأطراف المذكورة سابقا هذه الأطراف كانت دايما بتتحفنا بتصريحات على لسان قيادات أوكرانيا ولسان قيادات الناتو أن هما بيحققوا الانتصار الكبير فوق الأراضي الأوكرانية وكانت وسائل الإعلام بتاعتهم بتنشر طيب ساعتك دلوقتي في جريدة الواشنطن بوست جريدة الواشنطن بوست مع النيورك تايمز الأمريكية مع صحف أخرى كانت هي اللي بتؤكد على انتصار أوكرانيا في مواجهة روسيا دلوقتي حضرتك واشنطن بوست هي اللي منزلة التقرير ده تشف المدعي العامي لأوكرانيا عن تسجيل أكتر من 66 ألف جريمة إضافية في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية ثانية واحدة بألة مؤخزة 66 ألف جريمة إضافية إضافية كلاف الجرائم الأخرى من وجهة نظرهم أن الطرف الروسي يمارس الإجرام وأن الطرف الروسي إرهابي لساعتك لأن الطرف الروسي قرر أنه يدافع عن أمن وسيادة الأراضي الروسية من سنة 2014 فلادمر بوتين يا قيادات أمريكا يا قيادات الناتو ما ينفعش إحنا متفقين على حاجة محددة أن تظل أوكرانيا على الحياد ما ينفعش أنك تضم أوكرانيا لحلف الناتو لإني في الحالة دية لو إني أوكرانيا انضمت لحلف الناتو سوف تصبح مسكو على مرمى دقائق من الصواريخ بتاعت الناتو ومن ثم أنا مش هادر أدفع عنها والكلام ده مش هسمح به وإحنا متفقين على ذلك من البداية من بداية التسعينيات قبل ما الاتحاد السوفيتي يتفكك ورغم ذلك لم يعبقوا بتحذيرات روسيا فحدث ما حدث كانوا بيخططوا أنه هما يدمروا ويفككوا روسيا فلادمر بوتين راجل زابط مخابرات بيوجد لعبة الشطرنج هو أنا هنتظر لحد ما أنت توصلي في أخر ضاري النتيجة هو الذي تحرك وبالتالي البهوات اللي بتهاجمنا دايما بصفة مستمرة لصالح الآخر روسيا هي رد فعل مش أوكرانيا مش دول الناتو يعني روسيا وصلت لها المخططات وبدأوا فعلا يتحركوا وبدأوا فعلا ينفزوا وأعلانوا عن أن أوكرانيا هتنضم الحلف الناتو فبادر الطبيعي أن أنا دفع عن سيادتي النتيجة أنه هو دفع عن حدوده لأن تطلق صاروخ من قلب أوكرانيا هيوصل في دقائق لروسيا النتيجة مش هقدر أصدق طيب لها ساعتك تعالى بقى يا عم فلادمير زيلانيسكي اهدى شوية أنت راجل مهرج أنت راجل ما بتفهمش في السياسة أنت راجل مش عسكري أنت مجرد راجل أساسا ممثل يعني أنت اشتغلت في السياسة بسبب شهرتك زي نظام مهند كده يعني إحنا وثقين أن مهند لو ترشح في أحد الدول العربية ولا حاجة هيبقى هو رئيس الدولة ليه؟ لأن العرب عاشقين جدا للي بتاع الفنان ده وكان عامل قصة حلوة قوي العرب بتجاوبوا معها بشكل كبير جدا وبشكل غير عادي ليه حضراتكم؟ مش عشان هو بفهم في السياسة عشان هم يحبوه هي دي نفس المسألة اللي حصلت في أوكرانيا ساعتك النتيجة راجل اللي بيفهم راجل موالي لأمريكا راجل موالي للغرب راجل بدأ ينفذ مخططات الناتو النتيجة روسيا حزارته بدأ للمرة دي شليون مرة ما ينفعش هتتهرس هتندس تحت الرجلين أنت كده بتعتد على أمن القومي أنت كده أساسا ما بتتصرفش في دولتك وبس أنت كده بتتصرف في دولتي منذ عام 2014 لحد يوم 24 فبراير 2022 ما فيش فيهم حد عبر فلادمير بوتين كان مطلوب أنه هو يعمل إيه ساعتك الناس اللي بتهاجمنا وبيقولوا أنتو حرام عليك أنتو بتشجعوا دولة غازية على وزن غازية يعني على وزن رقاصة لا يا حالتها أنت وهو تنفيش دقاء أنك تهاجمنا إحنا ما احنا شطرف إنما احنا بنكشف الحقائق كن أن الحقائق دي تصدمت مع سيادتك يبقى أخبر دماغك في عرب حيطة والكلام موجه للزباب الإلكتروني اللي دايما على طول بصفة مستمرة بيتحفنا بالوقاحة بتاعته حضرتكم بقى دلوقتي المتاعي العامي الأوكراني بيقول أنه هو سجل أكتر من 66 ألف جريمة إضافية يعني معنى ذلك هناك مقاتل ألوف من الجرائم ده على حسب كلامهم كل الجرائم دي عبارة عن قتلى في قلب المعركة طيب هو سيادتك مش أتحفتنا بأنك أنت المنتصر مش قيادات الناتو بتاعتك هي التي كانت تعلن بصفة مستمرة أنك أنت المنتصر إلى درجة أنهم قالوا في تقارير دولية وعبر مؤتمرات صحفية أن الجيش الأوكراني يحقق انتصارات كبرى ها أنت جيت أول لي دلوقتي عمال بترقع بالصوت الحياني لي دلوقتي ليه ما اعترفتش قبل كده بعض الناس يقولك إيه اسكت ده مخطط على أساس أنهم يجيبوا أسلحة تانية ويحطوها في قلب أوكرانيا لا يا بابا لأن الأسلحة حتى اللحظة الراهنة لم تصل إلى أوكرانيا وأن الأسلحة في نيتو ده كله فرقعة حتى لو أنهم دعموا الطرف الأوكراني بكم دبابة يحيينا ويحييك ربنا وإلا كانوا قالوا أنهم بيتهزموا من البداية عشان يبرروا للأسلحة اللي وصلت سابقا طوال العام اللي فات عشان بس الزبابي الإلكتروني مرة تانية ما يهاجمناش ويقول ده خطة تليها على عينك الكلام موجه للزبابي الإلكتروني اللي عارف نفسه تليها على عينك لسبب بسيط للغاية لأن الخطة دي لو كانوا عايزين ينفزوها كان نفزوها من البداية لأنه هم دعموا أوكرانيا في البداية بجيوش وأساطين من الأسلحة وما كانش محتاجين لتبريرات أنت جاي دلوقتي تأوى وتقول 66 ألف إضافية أسعدت معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك اعتراف ضمني منك بأنك أنت اتهزمت شر هزيب أنك أنت تعلن بالصوت الحياني وبالمفتشر وبصريح العبارة أنك أنت وصلت إلى درجة أن هناك 66 ألف جريمة إضافية في البلاد منذ بادء العملية العسكرية الروسية يبقى يخبتها قعد أنت وكل دول الناتو واعترف اعتراف صريح أنك أنت وصلت المرحلة مؤداها خلاص أنت مش بصدد فرض أي شروط على فلادمير بوتن إنما صاحب القرار وصاحب الشروط هو فلادمير بوتن وهو ده اللي احنا أكدناه منذ أول لحظة يوم 25 فبراير 22 تاني يوم من اجتياح روسيا الأوكرانيا قلنا بالحرف الواحد الطرف الوحيد الذي سوف ينتصر في هذه المعركة هو الطرف الروسي لعدة اعتبارات عددناها من بينها أنت بتلعب على أرضه من بينها أنه هو صاحب ترتيب الأوراق ومرتب أوراقه بشكل كويس جدا من بينها أنه هو متوقع كل النتائج القادمة والمترتبة على هذا الاجتياح لأوكرانيا وبالتالي هو عامل حسابه من بينها مرتب أوراقه اقتصاديا مع دول وقوة كبرى زي الصين والمنطقة العربية قلنا الكلام ده يا سادة وقلنا كمان أوعى تتخيل أن دولة بالقوة النووية بتاعت روسيا سوف تنهازم مستحيل ده استنزاف قدرات لكن في اللحظة الحاسمة لو حست روسيا أن هي هتتراجع وهتتهزم هيدكك هيجب عليها وطيها وخلصا ثم المدعي العام الأوكراني في التقرير اللي نزلته جريدة الواشنطن بسطق أمريكية بيقول يتزايد عدد الجرائم المسجلة بالمئات كل يوم كل يوم يعني الانتصارات الروسية تتواصل كل يوم ساعتك مع انتشار المحققين في المناطق الأوكرانية ده باعتبار أن هو أول مرة ينزل المحققين فما كانتش عارف لا يا حالتها فاكران حضراتكم لما كان الإعلام الغرب يقول تراجع انسحاب روسيا من أمنطيط خرسون إلحاقوا خلاص جيش أوكرانيا خلاص قبقوا سينا أو أدنى من موسكو تخيلوا حضراتكم أن فيه عرب كانوا بيهجمونا ويقولوا لنا نفس المسألة دية تقبل وتزمر له لروسيا على الرغم من أن الجيش الأوكراني بدأ يدخل الأراضي الروسية عن جد بتحكي والله حضرتك دل حصل زبابي اللي كترون تابع للولايات المتحدة الأمريكية تابع لجماعة الإخوان الإرهابين اللي بتدفع عن الموقف الأمريكي لأن من مصلحته من أمريكا وتركيا والدوين ناتو أن هما ينتصروا لأن مصلحتهم مع القوى الغربية دية لأن ساعتك أساسا طوال السنوات اللي فاتت كانت القوى الغربية دية هي اللي مركبة جماعة الإخوان على المنطقة العربية النتيجة أن الشعوب العربية دستهم تحت الجزم بتاعتهم النتيجة خلاص فهم بينتظروا اللحظة المناسبة عشان يرجعوا فهم يهمهم أساسا أمريكا هي التي تنتصر فكانوا بيهجمونا ويقولولنا أنت لا دا خلاص دا أوكرانيا على حدود روسيا أنت بتتكلم في إيه فضل حضرتك هذه الأعتراف بتاع الوديع العامي الأوكراني يعني هما يقولك مع انتشار المحققين طيب يعني معنى ذلك أنك إنت ما اكتشفتش أن فيه جسس ولا فيه جرائم إلا مؤخرا ليه؟ لأن هو ما كانش مسيطر على الأراضي اللي كان بيدعي أن هو استعادها من روسيا ومحقق فيها الانتصار عرفت حضراتكم أن كل تحليلات قناة مصر صحيحة شوفوا بقى حضراتكم آخر الأخبار وصلت القوات الروسية تقدمها شمال سوليدر ده وزارة الدفاع الروسية هي التي أعلنت عن ذلك فلاتميرزيلانيسكي أعلن أن عدد من الأشخاص قتل وأصيب آخرون في قصف روسيا على مدينتين أوكرانيتين الكلام ده منذ ساعات قليلة فلاتميرزيلانيسكي اللي هو رئيس أوكرانيا بس للمعلومية وقال أن القصف الروسي على خرس كان له أضراره ها مش إنت قلت أنك إنت سيطرت على روسيا يا بابا؟ انسحاق طبعا سلطات روسيا في سابوروجيا أعلنت عن تقدم روسي وقصف كبير وأحرزت روسيا تقدم على عدة محاور في دونتسك وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيانها الرسمي عن مقتل 350 جندي أوكراني في مختلف جبهات القتال أمس الأول يعني إذن الانتصار الروسي على كل المصارات رغم الاعتراف الأوكراني المذكور كيف؟ أكتر من 66 ألف جريمة حرب ارتكبها الروس يا راجل أكراني قتلى بقصف المتبادل والقوات الروسية تواصل تقدمها تا حضرتكم المنشتات اللي كلها بتؤكد أن روسيا حققت الانتصار الكبير والمسألة تحصل حاصل أما الدبابات والكلام ده كله يبلوها في شوية مية ويشربوها لأنه مش هتغير على الواقع أي شيء وفي ذات الوقت القوة الغربية رجل برة ورجل جوة لحد دلوقت أساسا مش قادرة تحصم لأن هي خلاص بقت على الحميد المجيد إلى درجة أن جولة أنتوني بلينك وزير الخارجية الأمريكية بيحاول يضغط على بعض الدول في سبيل أن هي تساعد أوكرانيا بالدبابات لأنه هما معتش عندهم أساسا دبابات لأنه هما لو خدوا الدبابات عشان يواجهوا روسيا هتندك في قلب أوكرانيا النتيجة الناتو هيخسر أكتر ما هو خسر أضف إلى ذلك المخزن بتاعتهم خلاص في نيتو بقت فاضية ما عادش عندهم احتياطي عسكري يواجهوا بي أي طارئ من الممكن أن يحل عليهم أراكم على خير اشتركوا في القناة